الله عز وجل يقول كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب الإنسان إذا سجد لله عز وجل تره هو يقترب من الله والله يا أخوان أبو تميم مولي يقول طول في السجود الله عز وجل يقول واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل هذا أحسن وقت ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا هذا الحل احنا دايما نجي نلقي محاضرة ونمشي اليوم بنعطيك حل تعال متخرج من الثنى وما حصلت وظيفة الحل موجود السجود ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا مهموم؟ مهموم؟ هذا الحل ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا عندك ذنوب؟ الله ما تسجد لله سجدة إلا يرفعك الله درجة درجة فين؟ فين؟ في الجنة تعرف اش معنى درجة في الجنة؟ يعني بين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض تحصل على الدرجة بإيش؟ بسجدة فيك ذيك؟ يجيك ذيك سؤال تيجيك ذيك؟ تيجيك ذيك؟ تيجيك نفسية؟ تضايك كده بعض الحال تحس نفسك طفشان زهقان من الضايك؟ والله الحل في السجود ولقد نعلم أنك يضيق صدرك يضيق صدرك هذا محمد صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون علاج الضيك هذا فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ترجمة نانسي قنقر